السلام حبيباتي كنتمنى تكونوا باي خير ولا خير واليوم ان شاء الله بنشارك معكم واحد الخبيزات اللي صغيرين الناس كيف مما شفتوا معايا خبيزات بالدقيق ديال القمح اللي بنخلا ديالو دقيق انتقرالي عندي كيف مما شفتوا دقيق هندرت بحل يعني ما عبرتش ولكن بحل كيلو بحل هكاك يعني تايبقى لكم تومة شح البغيت ديرو هنا حبيباتي كيف مما شفتوا معايا شديد دقيق قدرتوا في ماكينة طويلت نحوش الملح وضعت الخميرة الخميرة التي تجدت لكم تبقى على حسب الجو عندي خميرة حلوة 15 غرام عندي مع القضية السنيدة كتبقى غير على الحسب اللي بيتو تديرها لما وش يديرها ما يضعها ماذا ينزلها جميعي القضية زيت البلدية و جميعي القضية الحليب نيدو هنا حبيباتي كيف مما شفتوا غدي نضえばي سنعجنها غدير فكل شي مع بعضيات سوغندير غدير لي غدير عليها اللي غدير اللي غدير سنزيد سنيدة غدير الزيت سانيدة غدير زيت الزجاج وكيف يشترونه فكرة ملحة نخلط كل شيء مع وعدياته نضيفهم حتى نعجنهم العجينة سوف نعجنها بالماء الدافئ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا حبيبتي كيف شفتوا هدو الشكل ديالها بعد ما تعجنات ما خليتها شعي عجنتها جبتها صافي غاد نكنها الزجاج ويتنسرحوا قد ديروا بغيتوا الديروا القياس اللي بغيتوا انا اخديت هد طب هاده هده باش غاد ندير باش يجوني بشكل يعني كاملين بحل بحل هده بغيتوا قرصوهم عادي قرصوهم يعني كيبقى لكم طوما وشنو بيتو تديروا وش بيتوهم كبار ولا بيتوهم صغار انا غادي نديرهم صغار كيف مما شفتوا معايا سوف يبقى لها الطريقة كنشدين مكندرش دلك كيف مما شفتوا معايا كرش دروري تشترشوا الدقيق كيف مما شفتوا معايا وحقوا لهذا الخبز حرش وكيجي زوين زوينة لبنت ان شاء الله جربوا وغادي يعجبكم قبح لك احتين سالين ان شاء الله وارجع ليكم حشك 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 وعشك حشك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر